السلام عليكم ورحمة الله معكم اخوكم محمد حسن من قناة نسمات زراعية اليوم ان شاء الله هنكلمكم عن خمس اسمدة عضوية طبعية مجانية تاخدهم من مخلفات المطبخ عندك مش هتدفع فيهم ولا حاجة الاسمدة تكلمنا احنا عنها قبل كده في نفس الفيديو لكن كان بدون شرح المرة دي نزلنا الفيديو مع الشرح ويا ريت لو عجبتكم فكرة الفيديو تكتبوه لنا في التعليقات عشان نقدم فيديوهات اكتر واكتر ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركو في القناة وتفعلو زر الجرس اول سماد مجاني معنا مية غسيل الرز الرز بعد ما نغسله المية اللي بتطلع معنا دي مية فيها عناصر مهمة جدا للنبات اعتبر افضل او اهم ثلاث عناصر للنبات موجودة في المية دي مية غسيل الرز غنية بالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والحديد يعني نقدر نقول ان مية غسيل الرز تعتبر ان بي كي ومعهم كمان عناصر الحديد طيب هل نعتمد اعتماد كلي على مية غسيل الرز فقط انا انصحك انك تبدل ما بين الاسمدة اللي هذكرها او باقي الاربع اسمدة اللي هذكرها في الفيديو السماد الرابع معنا السماد السابق رقم خمسة السماد الرابع معنا الان بقايا القهوة والشاي بقايا القهوة والشاي يا جماعة مصدر من المصادر المهمة او من المصادر الغنية بالفسفور والبوتاسيوم والنيتروجين والكالسيوم والنحاس والمغنسيوم وبقايا القهوة والشاي لو استخدمناهم هنستخدمهم مرة واحدة شهريا فقط نحاول من زيدش استخدامهم لان ممكن يكون ليهم اثار سلبية على التربة عكس مية غسيل الرجل اللي احنا نقدر نستخدمها مرة كل اسبوع او مرة كل اسبوعين السماد الثالث معنا وهو جشور البصل نعم جشور البصل تصلح معنا كسماد مصدر للبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والنحاس ومش بس كده ممكن نستخدمه كمبيد حشري وطريقة استخدامها يا جماعة ممكن نستخدمها مرة واحدة شهريا يعني قلنا مية غسيل الرز ممكن نستخدمها مرة كل اسبوع وسبعين مرة شهريا من بقايا الجهوة والشاي وكذلك مرة شهريا من قشور البصل وقشور البصل نقدر نضحنها نخليها بطرة نعمة نستخدمها على التربة مباشرة نقلبها مع التربة او ممكن نعملها مستخلص زي ما انا بعمل قدامكم احط كمية من القشور في جزازة مية وتاني يوم حصفيها من القشور وحستخدمها كسماد او حرش بها النبات كمبيد حشري للقضاء على بعض الحشرات بالنسبة يا جماعة موضوع مكافحة الحشرات بقشور البصل عشان قادر اكون صريح معكم قشور البصل بتعمل تنفير للحشرات الموجودة مش بتقضي عليها مش بتموتها لكن بتعمل تنفير لها بسبب الرائحة نفاذة لقشور البصل وهنا طبعا بنرش الطماطم الشري اللي هي مزروعة في مراكن واصص زراعة الاصص ناجحة جدا في الخضروات تقدروا تشوفوا فيديوهات كتيرة جدا موجودة على القناة لزراعة الاصص والمراكن السماد الثاني معانا جشور البيض جشور البيض مصدر غني جدا جدا بالكالسيوم يعني نقدر نقول ان احنا بنستخدم كربونات كالسيوم ولكن يا جماعة سماد جشور البيض وسماد الكالسيوم يختلف عن الاسم ده اللي عدت كلها ليه لان استخدامه بيكون مرة واحدة فقط كل اربع شهور لان لو زدنا كمية جشور البيض هتزيد كمية الكالسيوم بصورة كبيرة بيقدش التربة او رقم حموضة التربة حيرتفع معانا ودي نقطة ضارة جدا جدا على نباتات وطريقة استخدامه ان احنا هنكسر الجشور تكسير ناعم زي اللي قدامكم وحنضيف على التربة لكن مهم جدا ان احنا نجلبها مع التربة مرة واحدة كل اربع او تلت او اربع شهور فقط والسماد الاول معانا هو سماد جشور الموز وطبعا يا جماعة النبات الموز او الثمار الموز معروفة جدا ان هي غنية بعنصر البوتاسيوم وكذلك قشور الموز ايضا غنية بعنصر البوتاسيوم طريقة استخدامها ممكن نجففها نخليها في الشمس فترة طويلة ونطحنها كبضرة ناعمة ونستخدمها كسماد بوتاسيوم للعلم سماد البوتاسيوم بنستخدمه في فترة التزهير لهمية كبيرة جدا على الازهار والاثمار والطريقة الثانية زي ما هو قدامكم بنقطعها قطعة صغيرة جدا ونحطها في جزازة مية زي نعملها كمنجوع يعني وبعد اسبوع نقدر نستخدمها كسمات سائل على النباتة يا ريت لو عجبتكم فكرة الفيديو تكتبونا في التعليقات ما تنسوش تدعونا باللايك الاشتراك وتفعلوا زر الجرفس ترجمة نانسي قنقر